وزارة التربية والتعليم تعلن موعد إعلان أوائل الثانوية العامة والفتيات يتصدرن القائمة مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بحضرتكم من جديد كشفت مصادر بدوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور طارق شوي وزير التربية والتعليم سوف يعتمد نتيجة الثانوية العامة السلساء المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الأطحى المبارك لافتا إلى أنه من المقرر إعلان أسماء الأوائل في اليوم نفسه وقالت المصادر من وزارة التربية والتعليم أن الفتيات يتصدرن قائمة أوائل الشهادة السنوية لعام 2020 موضحا أنه سيتم تنفيذ الخطوة الأخيرة في النتيجة وهي الكشف عن الأرقام السرية لكراسات الطلاب الأوائل في كل شعبة تمهيدا لإعلان أسمائهم وأوضحت مؤشرات التصحيح لقائمة شرف الأوائل أنه توجد منافسة شارسة بين الطلاب المتنافسين في احتلال أماكن بقائمة الشرف لافتا إلى أن الفروق بين الطلاب المتنافسين تتراوح بين نصف درجة ودرجة كاملة خاصة في شعبتي علم علوم وعلم رياضة كما تبين من عمليات التصحيح أن حظ الطلاب المنتميين لكنترولات القاهرة والمنصورة أكثر المقاعد في قائمة الأوائل بالنسبة للشعب السلاسة في النهاية شكرا لك عزيزي المشاهد ويريت لعجبك الفيديو تضغط لايك أما لو كنت بشاهدنا الأول مرة فاشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس ليصلك إشعار بكل أخبارنا الجديدة أول بأول شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة